يبدو أن تدعيات المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باتت تشكل قلقا لدى الدول المجاورة فبعض السودانيين لا يجدون سبيلا للنجاة بأرواحهم إلا عبر الفرار إلى تلك الدول وهي مصر، ليبيا، أريتيريا، أثيوبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى وجنوب السودان القتال العنيف والنقص الحاد في السلع الغذائية تسبب وفق المنظمة الأممية للهجرة بزيادة النزوح في مواقع متعددة عبر ولاية الخرطوم وكذلك في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض ونهر النيل والقضارف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا حذر من زيادة حركة النزوح مؤكدا فرار قرابة الثمانية ألاف شخص من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردوفان إلى مناطق أخرى داخل هذه الولاية عدة دول مجاورة للسودان تعرف عدم استقرار أمني وسياسي ومن بين تلك الدول تشاد حيث لجأ وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما بين عشر إلى عشرين ألف سوداني هؤلاء اللاجئين هربوا أيضا من منطقة إقليم دارفور وهم يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والماء السودان يستضيف من اللاجئين العشرات عشرات الألاف من الإثيوبيين أيضا الهاربين من إقليم تيجراي بعد اندلاع الحرب بين جبهة تحرير تيجراي والقوات الحكومية في نوفمبر عام 2020 مصر تبدل دورا كبيرا في التوصل إلى حل الأزمة السودانية أيضا في الجنوب الليبي تشير تقارير سحفية إلى مخاوف جمع من امتداد تداعيات القتال في السودان إليه وسط تحذيرات من استغلاله من قبل بعض الجماعات المتشددة وفي خضام تلك المخاوف لفت تقرير لوكالة رويترز أيضا إلى أن أي عودة جمعية لقرابة 800 ألف لاجئ من جنوب السودان قد تفاقم الضغوط على الجهود المبذولة لتوفير المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني نازح فروا من ديارهم داخل البلاد بسبب الحرب الأهلية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر